هننتقل لنجوم اللعبات الأخرى أيضاً أخبار إيجابية عن مستقبل الرياضة ونجوم صاعدين إن شاء الله يمثلوا نقاط مضيئة في مستقبل الرياضة في مصر حتى في اللعبات الأخرى وبعيداً عن كرة القدم بيفوز ماروان عسى اللاعب فريق 11 سنة للسكواش في النادي الأهلي بلقب البطولة العربية بعد ما قدم عروض أكثر من رائعة وقوية للغاية بإجماع الأراء خلال المنافسات اللي أقيمت في نادي مدينتي خلال فترة من 17 إلى 22 من يوليو الجاري وحقق لعب الأهلي لقب البطولة بعد ما قدم عروض قوية جداً بإجماع كل الخبراء والمتخصصين اللي تابعوا هذه اللقاءات والبطولة خلال جميع المباريات اللي شارك فيها وتفوق فيها على جميع منافسي وهو بيعتبر من العناصر المبشرة جداً في مستقبل السكواش في مصر وأنه هيكون إضافة كبيرة لمستقبل السكواش على مستوى النادي الأهلي والمنتخبات الوطنية سباحة الأهلي أيضاً بتسعى لمواصلة حصد الألقاب بكأس الاتحاد عارفين قطاع كرة الماء في النادي الأهلي وكل هذا القطاع متميز ودايماً من القطاعات اللي بتزود رصيد النادي الأهلي من البطولات والألقاب ودائماً أبداً بيكون على مستوى عالي جداً في المنافسات وبيكون دائماً في مقدمة الأندية اللي اسمها مطروح للفوز بالألقاب والبطولات اللي بيشارك فيها وينافس من أجل الحصول عليها بتستعد فرق السباحة في النادي الأهلي لخوض مرحلة جديدة من التحدي في بطولة كأس الاتحاد اللي بتقام في أهل مدينة نصر وتستمر الفعاليات إلى 7 من أغسطس المقبل تنطلق غداً منافسات المرحلة العمرية 2007 موليد 2007 واللي بتقام على مدار ثلاثة أيام وتعقبها منافسات مرحلة 2006 ثم مرحلة 2003 بمشاركة العديد من الأندية ومن أبرز هذه الأندية وادي دجلة والصيد والشمس وهليوبلس وسموحة والظهور وبيشارك الأهلي في البطولة بـ 800 لعب ولاعبة ونجح النادي في الفوز في مرحلتين 10 سنين و11 سنة أولاد وبنات حتى الآن إلى جانب حصد الألقاب الفردية أفضل رقم وأفضل سباح ترجمة نانسي قنقر